موسيقى مصر الخير مشاهدين الكرام وأهلا بكم مائة يوم من الحرب مائة يوم والكلمة العليا فيها للميدان حيث لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن صورة نصر مفقود يقال أن نتائج الحرب تقاس بتحقيق أهدافها المعلنة وفق هذه القاعدة فأن إسرائيل غارقة في الفشل حتى أذنيها فلا هي قضت على حماس ولا دمرت القدرات القتالية للمقاومة في غزة ولا حتى استعادت أسراها بل كلما طال أمد الحرب تعمق هذا الفشل وتسعد دائرته مع اتساع جبهات المقاومة إذن أهلا بكم مشاهدين الكرام بعد مائة يوم من الحرب إلى ميدانية طفان الأقصى من الميدين وكالعادة نرحب بضيفين الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد شرب الأبو زيد مساء الخير جنرال وأيضا ترحيبة موصولة بالدكتور هاني الدالي الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية مساء الخير دكتور هاني نبدأ بالخلاصات بمائة يوم بالميدان العسكري جنرال ما الذي تحقق بالميدان العسكري من هذا العدوان على غزة؟ ما الذي حققته إسرائيل؟ يعني بعد مائة يوم من العدوان المكسف وهي حرب عالية الوتيرة وعالية التدمير كما رأينا منذ اليوم الثاني أو منذ اليوم الأول يعني منذ سبعة أكتوبر ولغاية اليوم فعلا العدو الإسرائيلي أمام فشل استراتيجي كبير على كل الجبهات يعني وبكل المعاني المعنى العسكري المعنى الاستخباري المعنى الأمني المعنى السياسي المعنى الاقتصادي والمعنى يعني الديموغرافي حيث هناك هجرة يعني المعنى التهجيري وبالتالي يعني هناك فشل تام لم يستطع تحقيق أي من أهدافه كما يعني سمعنا سماحة السيد حسن صلى الله في كلمته هذا المساء وبالتالي هو لم يستطع تحقيق أي من أهدافه العلنية وقد ذكرها سماحته ثلاث أهداف علنية وهي تدمير حماس استعادة الأسرة ووقف التهديد وحتى الأهداف الضمنية لم يستطع حتى تحقيقها ويعني بها هنا أيضا تهجير أهل غزة إعادة احتلال غزة ككل وتدمير غزة وإقامة غزة الجديدة كما يرتقي وسيطرة على مياه غزة وإلى ما هناك فهذا هناك فشل كامل على كل الصورة ويعني هذا ما يترجم على الأرض إن كان في غزة ككل شمالا ووسطا وجنوبا إن كان في شمال فلسطين محتلة ويعني بها الجبهة مع لبنان المفتوحة والتي يعني يتكبت فيها الخسائر بالرغم من مشاغلة أكثر من سلس قواته على هذه الجبهة وإن كان أيضا حتى من جبهة العراق التي أصبحت يعني تطاله في الصواريخ من العراق باتجاه حيفا وغير حيفا وإن كان من جاهة اليمن أيضا التي طلطه إن كان بالمسيرات أو إن كان بالصواريخ البعيدة المدى التي تتعدى الألفين كيلو متر وبالتالي هناك مئة يوم هذا لم نشهده في تاريخ العدو الإسرائيلي ويعني عندما استعاد سماحة السيد فكرة حرب 67 هذا كان يدور في فكري بأن هذا الجيش فعليا الذي استطاع في ستة أيام أن يحترق أربع جيوش الجيش المصري والأردني والسوري والعراقي حيث تكبدوا حوالي 25 ألف شهيد في حين أنه تكبد 880 شهيدا فقط واستولى على أراضي في فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية استولى على القصم من الجولان المحتالة الآن استولى على سيناء وإلى ما هناك في ستة أيام هذا الجيش الذي كان لا يقهر اليوم برغم عديده وعتاده وتطوره وكافة التكنولوجيا التي لديه والدعم الأمريكي والأوروبي المفتوح له يهزم في غزة على مساحة 365 كيلومتر ولم يستطع أن يحقق أي نصر خلال يعني لطالما تابعنا في هذه الميدانية مجريات هذه العمليات العسكرية بالتفصيل وبالمحصلة اليوم سنتحدث عن كل جبهة تحديدا إن كان في قطاع غزة الجبهة الشمالية البحر الأحمر يعني الجبهة اليمنية وكذلك العراقية جبهات المساندة التي كان لها الدور البارز بالحصاد ما الذي يمكن أن تضيفه دكتور هاني الدالي لما ذكره الجنرال شربل عن حصاد إسرائيلي من هذا العضوان وهذه الحرب وما الذي حققته المقاومة بالمقابل بهذا الصمود بهذا الثبات وبهذه المواجهة حتى هذه اللحظة طبعا بالبداية تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام وبالبداية إن شاء الله نبشر جميع المشاهدين أننا على موعد قريب إن شاء الله مع كلمة للناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة ليحدثنا عن خلاصة هذه المعركة في المائة يوم الذي خاضت فيه كتاب القسام والمقاومة الفلسطينية أبرز وأروع الملاحم البطولية ضد الاحتلال الإسرائيلي طبعا واضح من خلال الرشقة الصاروخية التي أطلقتها اليوم كتاب القسام على مدينة زدود هذه المدينة التي تعتبر مركزية اقتصادية ولها أبعاد سياسية وأهمية لدى الاحتلال الإسرائيلي وهي في عمق الكيانة الإسرائيلي أن تقول الاحتلال الإسرائيلي أن المقاومة طبعا تقول الاحتلال ولكل يعني العالم أن المقاومة الفلسطينية ما زالت بخير وأن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أي هدف ضد المقاومة الفلسطينية وخاصة في ظل حديث الاحتلال حول تحقيق أهداف تكتيكية ضد المقاومة الفلسطينية وتحديدا ضد قدرات المقاومة الفلسطينية المقاومة اليوم تقول المجتمع الإسرائيلي بالتأكيد طبعا هي رسالة سياسية بالأساس أن نتنياهو والقيادة السياسية والعسكرية تجذب عليكم والمقاومة ما زالت مسيطرة وما زالت تطلق السوريخ والسوريخ تطلقها من بين آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي وهذا يؤكد أن الاحتلال وطبعا وترسل رسالة أن الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهداف ضد المقاومة الفلسطينية التي تحدثت عنها سواء كانت الأهداف الاستراتيجية أو الأهداف التكتيكية إضافة إلى ذلك أيضا هي ترسل رسالة أن الاحتلال فشل ولم يحقق في المستقبل أي أهداف ضد قطاع غزة هذا إضافة إلى أن المقاومة الفلسطينية أيضا تقول في هذا المئة يوم أن إمكاناتها بخير وأن المقاومة بخير نحن عندما نتحدث عن بدايات هذه المعركة واضح الأهداف التي وضعتها المقاومة الفلسطينية وخاصة في الضربة 7 أكتوبر وأهداف المقاومة بتقدير الأساس والاستراتيجية والتي هشمت فيها صورة الكيان الإسرائيلي وزلزلة الكيان وضربت ركائز الأمن القوم الإسرائيلي في مقتل وهذه الصورة الكبيرة هشمتها إضافة إلى تحقيق إنجازات كبيرة على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى التكتيكي طبعا واضح وهو القضاء على فرقة غزة وكان هدف أساسي القضاء على هذه الفرقة وهذا كان واضح من أداب المقاومة إضافة إلى الفشل الاستخباراتي الكبير يحتلل الفشل العسكري إضافة إلى عمليات الأسر لدى المقامة الفلسطينية والتي ما زالت حتى الآن تحافظ على الأسرة إضافة إلى ذلك طبعا واضح إنه المقامة الفلسطينية يعني حتى الآن تمسك بكل زمام هذه المعركة وميدان هذه المعركة نحن عندما نتحدث عن عدد قتل الاحتلال الإسرائيلي وأنت كما تحدثت أن المعارك تقاص بالنتائج نتائج بالأهداف ببداية تحقيق الأهداف في هذه النتائج الاحتلال الصحيح لوضع أهداف لن نحقق من هذه الأهداف أي شيء اليوم المقامة الفلسطينية ما زالت يعني كل وسائلها سواء في الميدان بالمناسبة حتى اليوم في الميدان واضح إنه المقاومة يعني كانت شرسة جدا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وهناك طائرات شهدت بنقل إصابات وقتل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الميدان وهذا يؤكد قوة وشراسة المقاومة إضافة إلى ذلك عندما نتحدث عن الجانب الآخر إسرائيل والكيان والجيش الاحتلال الإسرائيلي فشل سياسيا فشل عسكريا فشل في الجانب الاستخداراتي والجانب الأمني والجانب العسكري على أساس هذا الفشل والأهم في كل هذه المعركة نحن نتحدث عن معركة إيرادات بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي أيضا وجيش الاحتلال ما زالت لنفسيات جنوده ومعنويات جنوده تنخفض بشكل كبير جدا وهناك هروب من الميدان وهناك انسحاب من الميدان نتيجة ضربات المقاومة والانهيار لدى جنود الاحتلال إضافة إلى الخسائر داخل المجتمع الإسرائيلي نحن نتحدث أن الاحتلال لا يتحمل الخسائر دكتور هاني هذه الجبهات التي ذكرتها مهمة جدا ولسيما نحن نتحدث عن مئة يوم من الوحشية المستمرة 24 ألف شهيدا في غزة هذا يعني أمر لم نشهد له مثيل لم يساهم بإضعاف المقاومة وتحقيق الإنجازات التي سعى إليها حتى بأنه يعيش اليوم هذه الخيبة الكبرى ولم تنتشله هذه الوحشية وهذا الدمار الواسع لتحقيق أي إنجاز ولذلك سنذهب إلى كلام الأمين العام الليلة لحزب الله سيد حسن نص الله حيث قال اليوم إنه بعد مئة يوم لا تزال إسرائيل غارقة في الفشل وهي في حفرة عميقة بتأكيد محلليها ولم تصل إلى أي نصر السيدة نص الله أكد أن تل أبيب فشلت في تحقيق أي من أهداف العدو المعلنة أو حتى الضمنية وفشل في تحقيق الأهداف المعلنة وشبه المعلنة والضمنية لأنه في أهداف معلنة أهداف المعلنة الثلاثة القضاء على حماس وحكومة حماس استعادة الأسرى الإسرائيليين وأن لا تبقى قطاع غزة أن لا يتبقى فيه إمكانية تهديد لأمن كيان العدو في المستقبل هذه الأهداف المعلنة لكن في الأهداف الضمنية أو شبه المعلنة تهجية أهل غزة من الأهداف الضمنية وشبه المعلنة احتلال غزة تدمير غزة تحويل غزة إلى شاطئ لسكان مستوطنات غلاف غزة بالحد الأدنى السيطرة على غزة والسيطرة الأمنية الكاملة على طول الخط هذه أهداف شبه معلنة لكن لا في الأهداف المعلنة ولا في الأهداف شبه المعلنة استطاع أن يحقق شيئا على الإطلاق باعتراف الإسرائيليين أيضا يعني أنا بهمني كثير ضل أقول باعتراف الإسرائيليين بإجماع الإسرائيليين ونحن نتحدث مشاهدين عن خلاصات المائة يوم من الحرب نبدأ من جبهة غزة حيث قصفت كتائب القسام اليوم مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز أم 75 في مقصفة سرية القدس حشود الاحتلال في موقع كوسوفيم بصواريخ بدر واحد وتواصل المقامة الفلسطينية كما ذكرنا تصديها لقوات الاحتلال على محاور عديدة بالقطاع من الجنوب إلى الشمال مرورا بالوسط وهذا ما سنفصله معك جنرال اليوم من الحدث ننطلق مما جراء اليوم الرشقات الصاروخية ما الذي يجري في شمال القطاع وصولا إلى الوسط وحتى الجنوب وسنتابع ذلك بشكل أدق مجريات هذه العمليات العسكرية معك على الخرائط بما يختص برشقات الصواريخ هذا أثبات على ما قاله سماحة السيد بأن هناك فشل فشل تام لدى العدو الإسرائيلي وهذا أكبر دليل بأن المقاومة في غزة ما تزال لديها القدرات كافة القدرات ليس فقط القدرات القتال للشوارع وإلى ما هناك وإنما أيضا القدرات الصاروخية التي وصلت إلى أسدود وإلى بعض المساوطنات في غلاف غزة بما يختص بكما نلاحظ أن اليوم كان هناك غارات طيران على بيت حنون يعني عندما ننظر فقط إلى هذه الخارطة وعلى بيت حنون التي هي على معبر إيرتس نتيقن بأن هناك فشل تام عندما نقول بيت حنون يعني هناك فشل تام البارحة كانت الاشتباكات على أشدها في بيت لهيا وهي على مسافة سفر وأيضا هذا ما يعني بأن من جمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة ما تزال المقاومة جاهزة ويعني قادرة على مقارعة العدو في حين أن العدو سحب يبقى تقريبا هناك لوعين في منطقة الشمال وبالتالي لا نجاح لهذا العدو إذا ما نظرنا إلى هذه الخارطة هذه أيضا شمال قطاع ولكن بشكل مفصل يعني انسحاب فقط أريد أن أفهم منك جزئية جنرال انسحاب كل هذه الألوية الكبيرة التي جرى بالأسبوعين الأخيرين من قبل الجيش الإسرائيلي هي علامة فشل حتى هذه اللحظة ولسيما نحن نتحدث عن شمال القطاع لأن المرحلة الأولى بدأت بشمال القطاع من ثم تم الانتقال إلى الوسط هو فشل يعني ثلاث فرق ثلاث فرق مدرعة حاولت يعني من هذا هو شمال القطاع عندما نتكلم عن شمال القطاع يعني المغراقة جحر الديك وشمال حتى يعني بيت لهيا وبيت حنون وبالتالي هي بثلاث فرق فشلت في هذه المنطقة وهذا فشل ذريعي يعني لذلك هي بدأت بالتحضير يعني مرحلة انتقالية للوصول إلى المرحلة الثالثة التي هي يعني الحرب منخفضات الوتيرة وبالتالي يعني الانتقال إلى أمور أخرى كما يضاعي العدو اليوم مثلا رأينا بأن استكمالا لما يقوم به العدو من تدمير بسبب فشله قام بتدمير عدة مباني على امتداد شارع عشرة هنا عدة مباني يعني استكمالا للتهديم الممنهج الذي كان تقوم بإسرائيل بواسط طيران اليوم سلاح الهندسة قام بتفجير عدة مباني كما أن هناك يعني تقدم كان يريده العدو الإسرائيلي من جهة كليات المجتمع من الناحيتين بهدف يعني فتح خط من هذه المنطقة وبالتالي أيضا فشلة لذلك رأينا أن هناك اشتباكات أيضا على مسافات قصيرة في الشيخ عجلين وفي أتل الهوى مما أجبر مدفعية العدو طيراني على قصف هذه المنطقة فهذا ما تزال منطقة الشمال كما هي أما بالنسبة إلى منطقة الوسط وهي هذه المنطقة الممتدة من جهر الديك المغراقة ولغاية يعني دير البلح وهذه صديقة فهذا هذه هي وسط القطاع بوسط القطاع تركز اليوم أيضا العمليات على البريج مخيم البريج من صيرات ومخيم صيرات وأيضا من الجو ومن البحر ومدفعية وكذلك الأمر بالنسبة للمغازي كان هناك مجزرة حصلت في دير البلح والزوايدة كانت تعرضت أيضا للقصف فهذا كل هذه المنطقة كانت تتعرض للقصف إضافة إلى أيضا اقتحامات ومحاولة قتال متقارب كذلك الأمر على البريج وعلى المصيرات كان هناك غارات جوية مكسفة وكذلك على دير البلح مما أدى إلى مجزرة كبيرة وكان هناك عدد كبير من الشهداء أما بما يختص في الجنوب بما يختص في الجنوب هناك دائما وأبدا خان يونس خان يونس العصية التلتيز عليها بشكل كال حتى لو بعض الأوقات نرى بأن هناك نوع من التقدم على بعض المحاور في خان يونس مثلا كان هناك بعض التقدم من ناحية عبسان واليوم عبسان كان هناك قصف جوي وقصف مدفع كسيف على عبسان الكبرى وعبسان الجديدة ولكن دون أي نتيجة كان هناك محاولة التقدم من معن إلى خان يونس فهذا خان يونس هي القضعة الصمود التي لغاية الآن لم يستطع العدو تحقيق أي نتيجة فيها أما بما يختص برفح كان هناك استهداف لمخيم بربرة في رفح هنا في وسط رفح هناك مخيم يدعى مخيم بربرة كان هناك استهداف لهذا المخيم وكان محاولة أيضا لقصف وقصف مدفعي وقصف جوي غارات جوية على رفح دائما هناك المشكلة الكبيرة ما بين العدو الإسرائيلي وما بين مصر بما يختص بمحور فلاد الفيا وخاصة بعد كلام المندوب الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية حينما ألقى بمسؤولية معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة ألقى اللوم على مصر هناك نوع منه السجال الحاد ولذلك عالت مصر محور في العدل الفيا بأن هذا لن يحصل ولن يكون هناك أي تهجير للفلسطينيين من هذا المحور وهذا هو المشروع الخفي بالأهداف الخفية والضمنية للإسرائيلي مشروع التهجير قبل أن ننتقل إليك دكتور هانيا الدالي ولسيما بالحديث أيضا عن موازين القوى الجيش الذي يمتلك أعتى الأسلحة والمتفوق تكنولوجيا اليوم وأنواع الأسلحة التي دمرت بتوثيق بهذه الفيديوهات سنتابع هذه الفيديوهات من خان يونس من جنوب القطاع حيث نشرت القسام هذه المشاهد من التحام مجاهديها بجنود الاحتلال وألياته بمحاور مدينة خان يونس فلنتابع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا رب يا رب صديق الله أكبر كذلك عرضت سرايا القدس بدورها مشاهد من العملية المشتركة التي نفذها مجاهدوها بالاشتراك مع كتائب الأقصى لواء العمودي بقصف تجمع آليات الاحتلال وجنوده في محاور التقدم بوسط خان يونس دكتور هاني اسمح لي أن أنطلق أيضا من هذه المشاهد من هذه الفيديوهات على دلالة دائما هذا الانسجام الميداني بين كافة الفصائل يعني نتابع إن كان سرايا القدس ليست المرة الأولى التي تعرض هذه المشاهد المشتركة كذلك تبعناها مع اللقسام مسبقا على ماذا تدلل بوحدة الميدان بالنسبة للمكون الفلسطيني الواحد بالعمليات العسكرية هذه بالمقابل أنواع الأسلحة إذا أمكن يمكن أن نضيف عليها لأن نحن نتحدث عن مدرعات ناقلات الجند نمر مدرعات آليات وذبابات المركافة كيف كانت التندم وقذائف ياسين يعني أسلحة لم تكن بشكل أو بآخر لم تكن بحسبان الإسرائيلي بأن هذه التطور التكنولوجي هذه الأسلحة المتطورة بأن يتم استهدافها من قبل المقاومة بهذه الأسلحة التي صنعت ولا تزال تصنع محليا داخل قطاع غزة إذا أمكن أن نتحدث عن هذا التفصيل بعد مئة يوم نعم طبعا بهذا التفصيل نحن نتحدث عن أسلحة محلية للمقاومة الفلسطينية مقابل أحدث تكنولوجيا يستخدمها لإحتلال الإسرائيلي وأحدث مقدرات وأحدث آليات يستخدمها ضد المقاومة الفلسطينية في هذه المقارنة تنجح المقاومة الفلسطينية في أولا القضاء على قدرات كبيرة لإحتلال الإسرائيلي نحن نتحدث عن أكثر من 9700 جريح إسرائيلي ونحن نتحدث باعتراف الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1700 قتيل جيش إسرائيلي مع جميع القتل اللي تم إعلان عنه هذا العدد عندما نتحدث بهذه المقارنة البسيطة عندما فقط أنا أتحدث عن 9700 قتيل إسرائيلي هنا يظهر عدد القتل الحقيقي لو افترضنا ثلث المصابين وقدنا بهذه المقارنة نحن نتحدث عن 3000 قتيل إسرائيلي هذا العدد الكبير لم يحدث في تاريخ خوض الاحتلال الإسرائيلي حروب سابقة أن يكون هذا العدد من القتل موجود إضافة إلى عدد الأسر أيضا نحن نتحدث عن عدد كبير من الأسر أكثر من 246 أسير لدى المقاومة الفلسطينية كل هذا جاء من خلال الأسلحة المحلية التي صنعتها المقاومة الفلسطينية نحن عندما نتحدث عن الار بي جي أو نتحدث عن التي بي جي أيضا المئة وخمسة ونتحدث عن قاذب اليسين مئة وخمسة ونتحدث عن العبوات سواء الراضية أو عبوات الشواز أو عبوات العمل الفردي أو حتى استخدام المصيرات وكلا واستخدام الهاون سواء كان هان الستين هان الستين أو الثمانين أو الهاون المئة وعشرين ضد الاحتلال الإسرائيلي نحن نتحدث عن عمل بجهد المقاومة الفلسطينية هذا العمل المتواضع هذا العمل الصناعة المحلية يفوق في الميدان في هزيمة الاحتلال الإسرائيلي وفي تحقيق خسائر كبيرة في الاحتلال إضافة إلى الأهم من ذلك إفشال كل أهداف الاحتلال في قطاع غزة لذلك الذي يقاتل في الميدان هي العقيدة الصلبة للمقاومة الفلسطينية والإرادة إرادة القتام والروح التعرضية والمعنويات العالية التي تقاتل لأنه دائما صاحب الأرض هو الذي يمتلك هذه الروح والإرادة الصلبة إضافة إلى فهم طبيعة الأرض بمعنى أن المقاتل الفلسطيني لديه فهم بطبيعة الأرض والميدان والجغرافية إضافة إلى المحيط والسكان والأهم من ذلك أيضا هنا موضوع الأنفاق الذي تستخدمه المقامة الفلسطينية باحترافية عالية جدا والملخص لهذا الموضوع هناك استخدام أمثل واقتصاد بالقوة لكل الإمكانات الموجودة بمعنى أن الإمكانات لدى المقامة الفلسطينية تسخرها وتستخدمها في تحقيق أهداف نوعية ضد الاحتلال الإصيحة وتحقيق عمليات نوعية وهناك تنوع العمليات المقامة وهذا واضح على مدار هذه الحرب سواء كان في بدايات الأولى أو حتى هذه اللحظة ما زالت المقامة تستخدم عمليات القنص ما زالت تستخدم الاستدراج عبر الأنفاق وعمليات الهندسة والتفقيق والتشريك والكمال للإحلال الإسرائيلي ما زالت تستخدم الهاون بقدرات عالية وكفاءة عالية ما زالت تستخدم سواريخ أيضا توصي الرسائل وإضافة إلى قتل بجنود الاحتلال ما زالت أيضا تستخدم المقامة الفلسطينية عمليات التصويم والحرب النفسية بكفاءة عالية جدا لذلك واضح أن كل إمكانيات العدو الصيوني من آليات ومن وسائل قتالية بحرية جوية برية مدفعية إضافة إلى إسناد استخبارات وأمنة واستطلاع من الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الغربية كل هذه الإمكانات بكفة والمقامة الفلسطينية إمكاناتها المحلية استطاعت أن تهزم كل هذه القوة نتيجة ما تملكه المقامة الفلسطينية من شجاعة وإرادة وعقيدة وصلابة المقاتل الفلسطيني الذي يتقدم بهذه البسالة والشجاعة ويغلم الاحتلال الإسرائيلي هنا خلاص أيضا مهمة جدا أن المجتمع الإسرائيلي بدأ يفقد وليس بدأ هو الآن موضوع فقد الثقة بجيش الاحتلال هذا الجيش المقدس بدأ الآن يتصاعد بشكل كبير جدا من إضافة إلى فقد الثقة في الحكومة أو قيادة الحكومة السياسية والعسكرية نتنياهو الذي كان يعتبر نفسه هو المخلص والمنقذ الكيان الإسرائيلي الآن الكل يطالب بمحاسبته وبإنهاءه للحياة السياسية وبفشله وباستقالته هذا كان واضح جدا هناك استطلاعات رأي كبيرة جدا الآن بدأت تتزايد بأنه نتيجة إدراك المجتمع وثقة المجتمع عدم قدرة القيادة السياسية والعسكرية وكذلك عدم قدرة الجيش على تحقيق أي هدف في قطاع غزة هذه القناعة تتزايد في المجتمع الإسرائيلي لذلك المطالبات الآن بدأت بشكل كبير جدا لمطالبة الاحتلال والقيادة السياسية بوقف العدوان على قطاع غزة لأنه لا يمكن أن يحققوا أي هدف ضد المقام والمقامة وضحت ذلك في أكثر من مناسبة وعلى رأس هذه المناسبات إطلاق السواريخ اليوم على إزدود هناك إرادة مقاتل فلسطيني وأنا هنا أقول على قناة الميادين في نهاية هذه المعركة ستكون الطلقة الأخيرة للمقاومة الفلسطينية لأننا نتحدث عن حرب إرادات المنتصر فيها بإذن الله المقاومة والشعب الفلسطيني لذلك هذا واضح بشكل كبير المجتمع الإسرائيلي لا يمكن أبدا أن يتحمل إطالة المعركة ولا يمكن أن يتحمل الخسائر الكبيرة الموجودة سواء كانت في جيش أو في مجتمع اقتصادية سيانسية عسكرية وهذا يعني بالمحصلة وبالنتيجة أن إسرائيل ستخضع لشروط المقاومة في غزة لأنه كم تحتاج من الوقت لتحقق هذه الأهداف ومضى عليها مئة يوم من مراكمة الفشل في كافة المستويات ولسيما بالجبهة الداخلية التي تحدثت عنها نحن نتحدث أيضا في مئة يوم عن جبهات إسنات حقيقية كانت لغزة ولا بد من تفصيل جبهة لبنان ولكن الملفت ما كشفه اليوم ونتوقف عندما فصله الأمين العام لحزب الله سيد حسن نص الله الآن بخصوص قصف قاعدة ميرون مؤكدا وقوع إصابات بشرية يتكتم عليها الاحتلال المقاومة أيها الأخوة والأخوات أطلقت 62 صاروخ 40 صاروخ كاتيوشا هو بالحقيقة الإشغال لن تعفل كاتيوشا ليس صاروخ دائم لكن بروحها مساحات واسعة و22 صاروخ كورنات خاص من المدى الجديد أنا أؤكد لكم هلأ فيه 2-3 شفتوهن أو قربين من الموقع ومع ذلك نزلوا بالفيديو للشفافية ولكن أؤكد لكم أنه 18 صاروخ كورنات أصابوا الأهداف في قاعدة ميرون نحن معلوماتنا الخاصة تؤكد وجود إصابات بشرية في قاعدة ميرون في الاستهداف الثاني لمقر قيادة المنطقة الشمالية في صفط لو لا أنه بقلب القاعدة في عسكر صور وخليوي وبقلب مدينة صفط في مستوطنين صور وخليوي لكان العدو سيقول أن المسيرات سقطت في مناطق مفتوحة ولم تصيب القاعدة ولكنه ترع إلى الاعتراف بأن عدد من مسيرات المقاومة سقطت في تلك القاعدة ونشرت رعب في القاعدة وفي جوارها وهذه معلومات نتحدث مشاهدين الكرام تكشف للمرة الأولى حينما نتحدث عن إصابات بشرية يتكتم عنها الإسرائيلي هو ليس بالأمر الجديد هذا التكتم ولكن ما الذي يقرأ مما كشفه اليوم السيد حسن نصر الله عن ميرون تحديدا جنرال نعم يجب أن نشير إلى أن بما يختص بالخسائر البشرية في العقيدة القتالية للعدول الإسرائيلي هي من ضمن تقليل الخسائر البشرية وبسبب كثرة الخسائر البشرية إن كان على جبهة غزة أو على جبهة لبنان هو يتكتم بطبيعة الحال كما قال سماحة السيد بما يختص بقاعدة ميرون هذه هي قاعدة ميرون وبالتالي يعني عندما قصفت المقاومة اللبنانية قاعدة ميرون حققت إصابات وإصابات مباشرة وكما قال سماحته بأن 62 صاروخا بين كاتيوشا وما بين صاروخ مباشر مضاد للدروع أصابت هذه القاعدة الكاتيوشا هي للتضليل وإنما المباشر فهي أصابت من أصل 22 صاروخ 18 صاروخ أصاب داخل القاعدة أن كان يعني التجهيزات القاعدة وهذا ما قصده عندما قال بأن يعني هذه القاعدة التي هناك قبب من القماش وأن ما بداخلها هناك تجهيزات فائقة التكنولوجيا وهناك عناصر للعدوء الإسرائيلي تم استهدافها تم إصابتها وتم التحقيق الأهداف بها وعندما يتكلم سماحته يعني هناك تأكيد مليار بالمئة بأن هذه القاعدة فعلا تم استهداف يعني العنصر البشري فيها وتحقيق إصابات إن كان قتلة أو جرحة لدى العدوء الإسرائيلي وهذا ما يؤكد بأن يعني المبادرة هي اليوم كما كل يوم في يد المقاومة وليست في يد العدو ولذلك عندما حصل الاستهداف الثاني لشهيد القائد جواد نعم تم استهداف قاعدة دادو قاعدة دادو هي كما نرى هي في شمال شرق صفد تم استهدافها كما نشير اليوم بأن كان هناك في قيادة المنطقة الشمالية في صفد كان هناك اجتماع للمجلس الوزاري المصغر السياسي الأمني المصغر في قيادة منطقة الشمال في صفد ولكن لضروريات أمنية تم نقلها إلى وزارة الحرب في تل أبيب وهذا ما يؤكد بأن هذه المنطقة التي كانت هي قيادة منطقة وهي أجهزة الاستخبارات القواعد الأساسية هذا مركز هنا توجيه طيران عادي ومسير ومراقبة وإلى ما هناك لكافة المنطقة أصبحت ساقطة عسكريا وهذا ما أجبر قيادة العدو السياسي على الاجتماع في وزارة الحرب في تل أبيب عوضا من الاجتماع في صفد سنبقى بجبهة لبنان لأنه اليوم أيضا في تطورات أساسية بهذه الجبهة هذه العمليات مشاهدين نفذتها المقاومة الإسلامية لعل أبرزها بما نتحدث عنه استهداف قوة عسكرية للجيش الإسرائيلي بمستوطنة كفريوفال بالأسلحة المناسبة الإعلام الإسرائيلي تحدث عن مقتل اثنين بهذا الهجوم نتعرف أكثر بالتفصيل على ذلك معك جنرال يعني اعتراف من قبل المحتل الإسرائيلي بمقتل اثنين من جنوده بهذا الاستهداف المباشر للمقاومة الإسرائيل نعم نحن رأينا الفيديو هي هنا المستوطنة بعمق كم كيلومتر بعمق كيلومتر ليس أكثر من ذلك نعم هي بقرب من المنطقة المفتوحة كما قلنا سابقا وبالتالي يبدو أن هناك كان مركز للقوات العدو الإسرائيلي في أحد الأبنية في كفريوفال وبالتالي تم أسدافه بصاروخ ميمدال وتم تحقيق الصبات أولا اعترف العدو بمقتل عنصر ومن ثم عنصرين فإذا تم قتل عنصرين في كفريوفال اليوم أما بما يختص بالمطلة كان هناك إعادة تركيب لأجهزة تجسس جديدة في المطلة وبالتالي أيضا قام المقاومون بقصف هذه الأجهزة وتدميرها لذلك يعني العدو من حنقه قام بقصف الحمامس كما قصف الاخيام وقصف كفاركيلا حتى أن منذ قليل قام بقصف كفاركيلا بقصف لعديسي التي هي هنا بقصف رب 30 التي هي هنا فهذا كل هذه الجبهة كما قلت البارحة نريد أن نكرر هذه المنطقة هي منطقة مقتزة بالسكونات العسكرية وهي أيضا مقتزة بالمراكز الاستخباراتية وقد رأينا بيت هلل يعني نذكر نحن كيف أن المقاومة قصفت مركز المخابرات العدو في بيت هلل وحققت إصابات به فأزن لغاية اليوم يعني حتى رأينا أن كان هناك استهداف المقاومة لهاردوف وهاردوف هي يعني منطقة محتلة من مزارع شبعة في لبنان هاردوف سميت هاردوف هي هار يعني جبل دوف هي نسبة لضابط إسرائيلي قتلة في 1970 عندما كانت المقاومة الفلسطينية من كفرشوبة يعني منطقة العرقوب وبالتالي هي تلت الشحل أو إلى ما هناك يعني بالقرب من تلت الشحل دعوها ببيهاردوف يعني بتلت دوف هذا الضابط الذي قتل اليوم هناك مركز عسكري تم استهدافه وتم تدميره وتحقيق إصابات في العدو في هذه المنطقة لذلك العدو يقوم باستهداف القرى اللبنانية اليوم استهداف أيضا ميس الجبل وأيضا استهداف عيتارون التي هي في هذه المنطقة يعني نتحدث من القطاع الغربي حتى القطاع الشرقي وكذلك القطاع الأوسط نعم الجديد في الزكرة أن العدو يستعمل القزائف الفوسفورية والقزائف الانشطارية وهذه قزائف محرمة دوليا نعم أنتقل إليك دكتور هاني بالحديث عن جبهة الإسناد الجبهة اللبنانية كيف يمكن تقييم مسار يعني الخط البياني كان للمقاومة الإسلامية في لبنان بمساندة المقاومة في غزة وأهل غزة طبعا واضح اليوم من خطاب الأمين العام لحزب الله حينما تحدث بثقة عن إمكانات وفدرات المقاومة اللبنانية وتحدث أيضا على تحدي واستعداد لأي مواجهة قادمة واليوم كانت الحدة واضحة لاستعداد المقاومة لأي مواجهة قادمة إضافة إلى استهزاء واضح بخدرات وإمكانات جيش الاحتلال الإسرائيلي حينما قال بأنهم يهددون وتحدث باستهزاء يهددون بألوية مهزومة ألوية يعني ردعتها المقاومة الفلسطينية جزء كبير من جنودها وقادتها تم قتلهم في قطاع غزة هذه الألوية المهزومة عسكريا ونفسيا يهددون بها يا أهلا وسهلا هذا كان واضح خلاصة الخطاب اليوم اللي بينت ملامح المرحلة خاصة بموضوع استخدام المقاومة النبلانية لأسلحة جديدة وأسلحة نوعية هذه الأسلحة التي تم استخدامها أنا كما قلت سابقا على القناة الكورنيت المطور الذي لا تتعامل معه القبة الحديدية وهذا ذكاء في تحديد الأسلحة المناسبة للتعامل مع أهداف العدو بمعنى هناك أيضا استعداد لتطوير عمليات المقاومة وتطوير أيضا نوعية الأسلحة المستخدمة ضد الاحتلال الإسرائيلي واضح خلال المئة يوم أن هذه الجبهة كان لها ضور كبير في تشتيت قدرات العدو وتشتيت تركيز العدو في عملياته إضافة إلى نزوح أكثر من 80 ألف مستوطن من الحدود الشمالية وهذا العدد الكبير بالتأكيد كان ضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى جبهته الداخلية إضافة إلى إشغال أكثر من 25% من قوات الاحتلال الإسرائيلي وهذا كان واضح لأنه أيضا إضافة لنقطة مهمة جدا الخسائر التي يغفيها العدو من هذه الجبهة واليوم اضطر أن يعلن عن خسائره نتيجة التصوير المباشر الذي تم توثيقه من خلال الاستهداف وأيضا كان اليوم هناك نقطة مهمة وهي تثبيت استهداف المدنيين مقابل المدنيين هذا كان واضح التحدي الكبير والاستمرار في إسناد قطاع غزة وإسناد الشعب الفلسطيني في غزة وإسناد المقامة في قطاع غزة وبالتأكيد هذا كان له تأثير على الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحتلال يتخبط بشكل كبير جدا هل يدخل حرب موسعة هل يرد هذا الأمر وخاصة الجبهة الشمالية أصبح محرج للاحتلال لدى جبهته الداخلية وخاصة حديث موضوع الضغط في موضوع النزوح وموضوع الخسائر الموجودة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي نعم دكتور هاني ونختم الجبهة اللبنانية بما نشرته المقاومة من هذه المشاهد من استهدافها لمستعمرة تشتولة بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إصابة أحد المباني فيها فلنتابع اشتركوا في القناة مشاهدين إلى الضفة الغربية حيث أنه بعد مائة يوم من محاولات الاحتلال الإفراغ هذه الساحة بالتزامن مع الحرب على غزة لا يزال المقاومون يتصدون ويشتبكون مع قوات الاحتلال الأبرز اليوم عملية إطلاق نار قرب تجمع جوش عتسيون الاستيطاني شمال الخليل وهنا نبدأ معك بالحصيلة أيضا لمائة يوم ولكن منطلق من هذه العملية النوعية التي تخطى فيها ثلاثة شبان أولاد أعمام الحواجز الجغرافية وحتى قرأ بأنه ليس فقط فشل أمني إسرائيلي في الضفة الجديد نحن نتحدث عن شكل جديد للمساندة بهذه العملية وبخصوصية الخليل كذلك جنرال تسمع الخليل؟ لأنه يتم الحديث دائما إن كان بالانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية حينما تتحرك الخليل تحرك بشكل كامل كل بلدات ومدن الضفة الغربية لرمزيتها وخصوصيتها كذلك نعم بالنسبة للخليل اليوم كان هناك منطقتين في الخليل يعني كان هناك سعير هنا في منطقة السعير كان هناك اقتحام لهذه المنطقة وتم استشهاد شابين في سعير منذ تقريبا ثلاث ساعات وأيضا ما بين الخليل وبيت لحم هنا في هذه المنطقة هي غوش عالسيون غوش عالسيون هناك تسلل وهذا شيء جديد نراه لأن البارحة كان هناك تسلل على أدورا كما نذكر تسلل على أدورا ويعني تعرض للمستوطنين في أدورا اليوم كان هناك تسلل على غوش عالسيون وبالتالي هناك أعمال مساندة جديدة يعني لهذه الجبهة غزة ولكن من الخليل الخليل دائما كانت تشكل رأس السهم في المقاومة نحن نعلم إن كانت في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وبالتالي تستمر على واترتها وإنما بأعمال أخرى لا تنتظر أن يتم اقتحام يعني يعني مختلف عن جينين ما يجري مثلا بجينين أو بتركال معين جامس هي تقوم بالمبادرة بتجاه المستوطنات إن كان في أدورا وإن كان في غوش عالسيون بما يختص ب يعني رام الله يعني محيط رام الله كان هناك اقتحام اليوم إلى البيري وعرورة ونتج عن هذين الاقتحامين يعني اعتقال شقيقتين الشهيد صالح العروري وبالتالي يعني هذا إفلاس نرى إفلاس عسكري بأن يتم التوجه إلى سيدات كبيرات الأمر في اعتقال غير مبرر يعني أقارب الشهيد كذلك الأمر كان هناك في عزون اقتحام واشتباكات قوية كان هناك في نابلوس أيضا كان هناك في عرابة ولكن المقاومة الشديدة كانت في جينين رأينا منذ اليوم الأول من طفل الأقصى ولغاية اليوم يتركز يعني المشاغلة هي في جينين يعني أكثر الأمر مما استدعى العدو الإسرائيلي إلى استقدام من حاجز دونان ومن معسكر دونان قوات إضافية يعني الاشتباك مع جينين تعزيز الابتحانات هذه هي جينين مثلا كان هناك اشتباكات دائرة في كامل محيط جينين وصلت الاشتباكات إلى دوار السينما هنا يعني حتى أن الجرافات من خوف العدو كانت تسير أمام آلياته بالرغم من ذلك كان هناك عبوات متفجرة تم تفجيرها بآليات العدو الجرافات كانت تجرف الطرقات بحثا عن هذه المتفجيرات غير النظامية على أنواعها التي يتم تركيبها من الأدوات البدائية على أيدي المقاومين في الضفة الغربية فكانت هذه المنطقة اليوم كلها مشتعلة حتى فجر اليوم الساعة حوالي الأربعة صباحا وبالتالي انسحب العدو الإسرائيلي من كامل جينين وهذا ما نشهده جنرال يعني منذ بدء عملية طفان الأقصى اقتحامات ليلية بشكل يومي إن كان لجينين بما نتحدث عن ذاته العدو مرعوب من الضفة الغربية لماذا؟ أولا العدو هو قام بزرع المستوطنات البؤر الاستيطاني التي تبتح هي حوالي 300-300 بين مستوطنة وبؤر استيطانية في محيط الضفة الغربية ولذلك حتى أنه من إضافة إلى جدار الفاصل الجدار العنصري الأبرتايد الذي أقامه ما يزال مرعوبا من المقاومين بالرغم من أن الوسائل يعني بداية هي ولكن بالرغم من هذه الوسائل البداية بمائة يوم استطاعت الضفة الغربية مشاغلة العدو الإسرائيلي ويعني مساندة أخوانهم في غزة نعم وهنا أنتقل إليك دكتور هاني أدالي قبل أيام كان في هناك تحذير من قبل القيادة العسكرية وضباط كبار من إمكانية الانفجار أو انفجار الوضع في الضفة الغربية في خوف كان منذ بداية ملحمة طفان الأقصى ومحاولة إسرائيلية لقطع الأوصال ولكي لا تكون يعني متضامنة فاعلة ومساندة حقيقية للمقاومة في غزة ما الذي جرى في مائة يوم في الضفة كيف يمكن أن نصل اليوم إلى عملية الخليل ما هي دلالتها وما هي رمزيتها لأن تأخذ بعد آخر باجتياز هذه البؤر الاستنطيطانية وهذه الحواجز الجغرافية وهذا شكل مهم أيضا للمقاومة في الضفة طبعا واضح عندما هناك مثل شعبي يقول أن الخلائلة مثل الغزوية والغزوية مثل الخلائلة بعقلهم وعقالهم وإذا الشرارة في قطاع غزة كانت موجودة طبعا الخليل يحمل هذه الشرارة على أثافهم ويستمر وكان واضح دور الخليل على مدار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي أيضا الضفة الغربية كضفة غربية عندما نتحدث عن عمليات المقاومة كانت تنقسم إلى قسمين قسم دفاعي تدافع داخل الضفة الغربية مدنها وقسم هجومي من العمليات وخاصة عندما تتم في القدس وفي أعماق الاحتلال الإسرائيلي وتؤثر فيه وهذا كان على مدار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا السنوات الأخيرة كان هناك عمليات نوعية واليوم أبت الضفة الغربية وتحديدا الخليل وشباب الخليل والرجال الخبيب إلا أن يسجلوا بصمتهم في المئة يوم للعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وعلى الضفة الغربية من خلال هذه العملية النوعية وهذا واضح الاحتلال الإسرائيلي بداية 7 أكتوبر حاول أن يستفرد في الضفة الغربية لتنفيذ مخطط الحكومة الصيونية المتطرفة وهو موضوع التهجير وضف من أضم الدفاء الغربية أو وكانوا من ضمن أي وأسلوبه عملية القضاء أو وقد أي محاولة للمقامة الفلسطينية ولكن كان واضح أن رد المقاومة في الضفة الغربية وشعب نونات رغم كمية الحواجز الكبيرة ورغم عدد الأسرى الكبير ورغم الشهداء أكثر من 350 شهيد في الضفة الغربية من بداية طوفان الأقصى حتى اليوم إلا أن المقاومة في الضفة وتحديدا في جينين وطول كرم وقلقيليا وفي الخليل كانت تنفذ عمليات نوعية ضد الاحتلال الإصلي وطول خسار فيه ولهب من ذلك كل محاولات التقدم والاختحام لمدن الضفة الغربية كانت تواجه بمقاومة شارسة وتفشل كل عمليات الاحتلال حتى الآن الاحتلال الإصلي لم يستطع أن يستفرد في الضفة الغربية وينفذ مخطط وأنا بتقديري أن الضفة الغربية كما تحدثت هي دائما تفاجئنا في عملياتها ودائما تفاجئنا في انفجار الشرارة فيها بمعنى على مدار التاريخ غزة تبدأ دائما تبدأ الشرارة الشرارة تنتقل لكل مدن الضفة الغربية ثم بعد ذلك تكون المفاجئة الكبيرة لذلك هناك توقعات كبيرة من كل الأطياف حتى من العدو الصهيوني أن الضفة الغربية يعني الآن نتحدث ونحن بسياق الميدانية وزير الأمن يقول وهو باجتماع حينما يتحدث إحاطة حول هذه النشاطات المكثفة كما يصفونها بالداخل الإسرائيلي مع قائد المنطقة الوسطى يقول حماس تحاول الربط بين غزة والضفة الغربية وإشعال الأرض ومن هنا يتضح خطورة الأمر وكيف يقدر بالواقع الميداني والواقع العسكري بالنسبة للقيادة العسكرية الإسرائيلية دكتور رهاني إذا كان لديك تعقيب يعني على هذا التطور طبعا واضح أن المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام بدأت معركة سيف القدس يعني كان عنوان القدس وأهلنا في الضفة الغربية والاعتداء على أهلنا في 48 وكذلك حي الشيخ جراح وكذلك كان عنوان معركة طوفان الأقصى القدس والاعتداءات على الضفة الغربية وتدنيس المقدسات وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسحل النساء بالتأكيد يعني المقامة الفلسطينية تعتبر أن وحدة ساحات في فلسطين وحدة واحدة وحدة المصير والجغرافية وكذلك وحدة الأهداف ووحدة تحرير فلسطين بالتأكيد هذا طبعا ينتقل من موقع لموقع من وكان لمكان وهناك أيضا رسائل تصل من المقامة الفلسطينية في قطاع غزة إلى المقامة في الضفة الغربية وأخيرها كان رسائل من كتاب القسام وكذلك رسائل من سراع القدس حينما وجه الناطق باسم سراع القدس أيضا رسائل لشباب الضفة الغربية والكل يركب فعل الضفة الغربية لتأكيد أنها وحدة واحدة جغرافية واحدة مصير واحد وبالتأكيد الاحتلال إلى زوال لأن الاحتلال يخشى هذه الوحدة بمواجهة الاحتلال وهذا يأخذنا إلى الجبهة التي كانت الأكثر مفاجأة للمحتل وحلفائه نتحدث عن الجبهة اليمنية التي تحدثت وكالة تسبق بالعاصمة صنعاء عن عدوان أمريكي بريطاني استهدف جبل جدع بمدرية اللحية بمحافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن هذا العدوان يأتي في وقت يتوالى فيه إقرار مسؤولين أمريكيين بفشل العدوان الأخير والجديد في هذا السياق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين بأنه لا يزال كثير من القدرات الهجومية للقوات اليمنية سليما بعد الغارات الجوية التي قدتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن وأضاف المسؤولون الأمريكيون أنه ثبت أن العثور على أهداف للقوات اليمنية هو أكثر صعوبة مما كان متخيلا جنرال نحن نتحدث عن اليمن الذي تشير كل التقارير الصحفية ليس هناك استراتيجية حتى أمريكية ماذا بعد هذه الضربات هل ستخفف أو ستضعف القدرات التي تمتلكها اليمن ويمتلكها أنصار الله وهنا نتحدث عن ردود أفعال من قبل الأمريكي ولكن دون تحقيق نتائج استراتيجية فيما الإلام كان الأكبر ما جرى في البحر الأحمر من قبل اليمنيين صحيح نعم دعينا نتوقف على ما قالته نيويورك تايمز اليوم بأن هناك فشل استخباري أدى إلى معلومات مغلوطة عن الأهداف وبالتالي هذه العملية التي قام بها الأمريكي والبريطاني في الثاني عشر من هذا الشهر لم تأتي ثمارها وبالتالي لم تحقق أهدافها الأهداف كانت أن هذه المنطقة يعني الغربية من جنوب اليمن إلى شمالها قامت القوات الأمريكية والبريطانية بقصفها على عدد طلعات وبالتالي يبدو أن كان هناك أيضا من جهة أنصار الله ومن جهة المقاومة في اليمن بإخفاء وبخداع الأمريكي وخداع البريطاني عن الأهداف الحقية ورأينا البارحة بأن مثلا تم قصف قاعدة الديلمي هنا وأعلنت المقاومة اليمنية بأن قاعدة الديلمي هي قاعدة فارغة لم تعد تستعمل منذ فترة طويلة وبالتالي هذا ما نتكلم عنه وهذا ما عبرت عنه اليوم بكثير من الوضوح نيويورك تاينز بأن ما تم قصفه لم يخفف لا من قدرات المقاومة المقاومة اليمنية ولا من استعدادها لمساندات غزة ويمكن في الأيام المقبلة أن نشاهد الصواريخ والمسيرات التي ستنطلق باتجاه إلات وغير إلات وهنا واضح تصاعد هذه القدرات وما تمتلكها من أوراق القوات المسلحة اليمنية سنتقل إلى حيفا المحتلة التي وقع فيها انفجار كبير داخل معامل التكرير بخليجها حيث ما أثار الرعب بصفوف السكان وقد برز إرباك بالمعلومات الإسرائيلية المتناقضة حول ما جرى ففيما قالت أن الأسباب غير معروفة عادت فرق الأطفال الإسرائيلية لتقول أن التقديرات الأولية تشير إلى أن انفجار حيفا الذي وقع في مفاعل كرمل أولينز ناجم عن الضغط العالي بالغلاف وهذا يعيدنا أيضا إلى المقاومة العراقية التي استهدفت بصواريخها حيفا وهذا الإرباك يبدو بأنه نتيجة أو تخوف إذا لم يكن من قبل المقاومة العراقية ولكن يعني الرعب الذي تحدث عنه وحتى رئيس بلدية حيفا بأن نحن أمام شلال كامل سوف يكون بطبيعة الحال جنرال حيفا هي هنا أمامنا كما نراها وبالتالي كان هناك يعني اليوم انفجار في كارمين أوليفانس في حيفا معامل تكرير انفجار ضخم يعني كان هناك رعب حقيقي في منطقة حيفا يعني كما تعودنا على العدو الإسرائيلي هناك تكتم دائم لما يحصل إن كان على صعيد على القتلى والجرحة والأضرار المادية وإلى ما هناك وحقيقة الرواية ما الذي حصل وحقيقة الرواية لغاية اليوم يعني لم يصدر عن المقاومة في لبنان في العراق وفي أي يعني من محور المقاومة وهذا الغموز استراتيجي أي بيان ولكن رأينا في السابق بأن عندما تم استهداف هدف حقيقي في حيفا وذكره اليوم سماحة السيد بأن يعني الصاروخ الأرقب الذي انطلق من المقاومة العراقية من العراق إلى حيفا قد أصاب هدفه وحقق هدفه حقق هدفه إن كان على الصعيد الهدف الذي أصابه والقتلى والجرحة في صفوف العدو وبالتالي اليوم لغاية الآن لا نستطيع حفاظا على المصداقية الميهدين لا نستطيع أن نقول بأي نتبنى أي نتبنى أي فرضية ولكن يمكن لأن لدى المقاومة في العراق صواريخ أرقب تستطيع الوصول إلى هذا العدف وهي مسافة لا تتعدل أربعمائة كيلومتر يمكن أيضا من اليمن لا أحد يعرف وبالتالي لننتظر ونرى وهنا سأختم معك دكتور هاني بهذه الجبهات تحديدا الجبهة اليمنية والعراقية ما الذي يمكن أن يقال بعد مئة يوم عن هتين الجبهتين بدقيقة واحدة للأسف طبعا واضح نحن عندما نتحدث عن الجبهة اليمنية نتحدث عن أكثر جبهة كان لها دور بارد في إسناد الشعب الفلسطيني وفي إسناد قطاع غزة وفي إسناد المقاومة الفلسطينية والاستمرار في هذا الإسناد هذا الإسناد بالتأكيد كان أولا شكل مفخرا للأمة العربية والإسلامية من خلال ملاحقة السفن الاحتلال أو السفن المسندة الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى ذلك سكل سندا معنويا ومديا للشعب الفلسطيني ومواقع الاحتلال الإسرائيلي من خلال العمليات النوعية التي قامت بها القوات المسلحة اليمنية وأيضا بالاتجاه الثاني كان باتجاه إنساني هذا الاتجاه الإنساني اللي جامعة دول عربية طلبت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات اليمن ضغطت بهذا الاتجاه وهذا كان مطلب بالمناسبة عربي ودولي وإنساني قبل كل شيء هذا كان يبين يبين أصالة اليمن الجانب الإخلاقي والإنساني والديني في الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضايا الشعب الفلسطيني وهذا كان له تأثير على الاحتلال الإسرائيلي وكان ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي وخاصة بموضوع الجانب الاقتصادي وميناء هذا الميناء الذي تعطل بشكل كبير جدا من خلال توقف رسو السفن أو اتجاه السفن الاحتلال الإسرائيلي سواء كانت السفن الإسرائيلية أو السفن الاتجاه إلى الاحتلال إضافة إلى ذلك رغم أصاب اليمن من اعتداءات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطاني إلا أنها حتى هذه اللحظة أصرت على موقفها في إسناد الشعب الفلسطيني وتحديها لكل الدول وخاصة للغطرسة الأمريكية وهذا بالتأكيد انعكس وهي معادلة فابي أن ليس هناك من تراجع صحيح من قبل اليمنيين وحتى من قبل المقامة العراقية بمساندة غزة حتى لو استمر هذا العدوان إن كان بريطاني أمريكي أو يعني عدوان يمكن أن يمارس حتى على الجبهة العراقية شكرا جزيلا لك الدكتور هاني الدالي الخبير في شؤون المقامة الفلسطينية وشكر موصولك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد شربل أبو زيد الشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيبة المتابعة لحلقة اليوم من الميدانية طفان الأقصى من الميادين في أمان الله اشتركوا في القناة